بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام ورجوكية شرعية النهاردة هنتكلم عن اهم تفسيرات رؤية التعلب في المنام هنتكلم عن التعلب بشكل عام هنهارف امتى بتكون رؤيته محمودة وامتى بتكون رؤيته غير محمودة اولا رؤية التعلب بشعر طويل وبدل كثيف من الرموز اللي بتدلع لان فيه شخص قريب من الرأي الشخص ده بيحاول يأذي كمان لما يشوف انه بيتجاكر او بيتخانق مع التعلب في المنام فدي برضو من الرأي اللي بتدل على وجود شخص سيء موجود في حياة الرأي والشخص ده بيكني ليه كراهية وحجد وبيحاول يسبب له مشاكل كمان احيانا بيدل رؤية التعلب من الرموز اللي ممكن يدلع بيكون تحذير للشخص من خسارة مالية ممكن يتعرض لها في الفترة المقبلة التعلب الاحمر من الرموز اللي بيدلع على منافسة بين الرأي وبين شخص تاني لما يشوف الرأي ان فيه تعلب وهو تعلب ده يعني أليف والرأي بيروده في المنام فده معنى كده ان فيه اشخاص يعني محطين به الاشخاص دول كارهين لي او يعني كذبين والشخص بيحاول انه هو يتجنبهم او انه هو يعني يسيطر عليهم كمان لما يشوف الشخص التعلب في المنام من الرموز اللي بيدلع على اشخاص سما قلنا كذبين موجودين في حياة اللي رأيه بيسبب له مشاكل الفتاة العزباء لما تشوف التعلب انه بيلحقها في المنام معنى كده انها تتخطب للشخص او فيه خاطب هيتقدم لها للأسف الشخص ده يعني غير مناسب واخلاقه شوية سيئة كمان لما يشوف الشخص انه بياكل مع التعلب في المنام معنى كده ان فيه شخص هيقدم له ماله ولكن المال ده شوية هيكون فيه شبهة حرمانية كمان التعلب في قلب البيت برضو من الرموز اللي بيدلع على وجود مشاكل وجود خلافات وجود اشخاص سيئين محيطين بالرأي بشكل عيب كمان التعلب موجود في البيت احيان بيدلع على بيكون تحذير للرأي انه ممكن يتعرض لزرقة فعليه انه يحزر اشتركوا في القناة